أقليم كردستان أيضاً نال نصيب من موضوع الاتهامات بالعمالة ولو يمكن هذا الملف هو قديم جديد رجع مرتدلاخ يعني مرة ثانية إلى أنه أقليم كردستان هو يعني أيضاً يطبع أو مطبع وإلى باع طويل بموضوع أنه التواصل مع إسرائيل لكن هل مرة من باب هذا المؤتمر؟ كيف تفسر هذا الموضوع؟ كيف تقرأ هذا الموضوع من جديد؟ نعم تحية لك والضيوفكم ومشاهدين قناعتكم لكارم ولك أيضاً خلي نحلل يعني مفصل مفصل أولاً بما يخص العمالة العمالة شرف لا يدركه العبيد ولا يعرف قيمته العبيد هي خلي تكون واضحة العمالة شيء والعبودية شيء نعم أنه كثير من القادة والرؤساء كانوا عملاء لصالح بلادهم وشعبهم هذا شيء وأن تكون تابع وعبيد لدولة خارجة هذا شيء آخر هذا واحد اثنين كردستان متى لم تتهم بالعمالة؟ قبل المؤتمر وقبل السنين وأعوام أننا نحن أصدقاء إسرائيل ونفط كردستان تذبير إسرائيل وهذه الأكاذيب التي لا صحة لها من الوجود وهذه المزايدات التي يزايدون علينا بها أنهم أكثر وطنية من الكرد ومن الساس الكرد ومن أحزاب الكرد هذه أصبحت لا تنطلع على أحد ويجب علينا أن نحلل أنا مراقب وباحث سياسي وصحفي يجب أن نحلل الأمور من المستفيد من إعلان هكذا مؤتمر في هكذا توقيت؟ من؟ من؟ أولا إذا قلنا كردستان معناها لا نتكلم منطقية واقعية كردستان على العكس يعني الهجوم كله أصبح على كردستان الإعلام والتسليط الضوء الحاضرين في المؤتمر لا أصبحوا في موقف لا يحسدوا عليه منهم من يعرف منهم من لا يعرف أما المستفيد من هذا المؤتمر تضليل الذين يريدون تضليل الرأي العام تضليل حديث الشارع في أربعينية حسين عليه السلام الشباب والشعب يهاجم الأحزاب الفاسدة المارقة التي أوصلت العراق على ما هو عليه لا يريدون إجراء انتخابات ولا عودة هذه الأوجوه فكيف يتلاشرون هذا الموضوع ويغطون أو دعني أقول يضللون الرأي العام وحديث الشارع بهذه الفعلة هذا التحليل قريب على المنطق والواقع طيب لكن اسمح لي بمداخلة يعني الناس تساءلت وربما حتى الطرف اللي انتدى تلقي باللائمة عليهم وتقول أنه يحاولون التهرب من الفشل السياسي على سبيل المثال مثل ما تهمت من كلامك لكن يقولون معقولة اليوم يعني مثلا مؤتمر أو تجمع له المجتمع المدني ما يتم تدقيق أمنيا ما يتم أيضا أنه مثلا التواصل أمنيا وهو يعقد في أربيل المعروف عنها بأنها أكثر تجديدا أمنية من باقي المحافظة هذا رأي الناس أستاذ عدي القائمين على المؤتمر والحاضرين في المؤتمر لن يفجروا أنفسهم بأحزي مناسفة ولم يفتحوا النار على الناس ناس مدنيين فتشوا ودخلوا إلى قاعة الفندق أما هناك أشخاص أشخاص معينين لا يتجاوزون ثلاث أشخاص عبروا عن آراءهم الشخصية هذه ليس بالضرورة أن المؤتمر يتمنى هذه الأفكار وأن أقليم كردستان يتمنى هذه الأفكار هذا غير منطقي وما داعي لكل هذه الهالة والتسليط الصاخب على هذا المؤتمر ويعني أتصور الحاضرين بالمؤتمر لا هم من جهة حكومية ولا هم حسب سياسي أشخاص على مستوى أفراد وعبروا عن رأيهم الشخصية هم يتحملون مسؤولية هذا الرأي أما أننا كما قال ضيفك يجب أن يهدر دمهم وفق أي قانون وفق الدستور لا يوجد أي قانون أو مادة بالدستور تجرم هؤلاء أو وفق الدستور أما وفق القانون العقوبات العراقي مئتين واثنين الذي سنة عام 1969 هذا القانون نعم يتناول فيه التعامل مع الكيام الإسرائيلي حكمه الإعدام كذلك التعامل مع حزب الدعوة كان نتيجته الإعدام التعامل مع الحزب الديمقراطي والبيشمرقة والعصات نتيجته إعدام يعني إذا ما ذهبنا إلى التطبيق هذا القانون الذي سنه النظام السابق يعني معناته أكثر النجوز السياسية الآن لازم تعدم